السلام عليكم ورحمة الله هنكلم النهاردة في الفيديو ده عن تحديد وإصلاح المشكلات الشائعة بالنسبة لنا احنا طبعا كقسم IT لما بيكون عندي مشكلة أصلا في البداية وبفكر أن أنا حلها إزاي ببص للمشكلة إزاي بشوفها في الأول إزاي بكون فكرة عن أن أنا حلها إزاي هل هبدأ كده أمسك المشكلة أو هحلها على طول من غير ما يكون عندي نظام أو تفكير منطقي إزاي هبدأ أحل المشكلة مبدئيا عندنا طرق علمية لمتسلسلة لحل المشكلات هنتكلم هنا عن ثلاث طرق الطريقة الأولى هي التقسيم ثم الحل طريقة الثانية من أسفل إلى أعلى طريقة الثالثة من أعلى إلى أسفل وكل طريقة من دول بنستخدم تكنيك معين علشان نبدأ نبص للمشكلة نبدأ نشوفها نحلها إزاي نبدأ نشوف هو هل دي أنصب طريقة أن أحل بيها المشكلة دي وهل كل المشكلات ينفف معاهم نفس الطرق ولا لا مش كل المشكلات ينفف معاهم نفس الطرق دايما مع الوقت والكبرة هزي عرف تستخدم أنهي طريقة أكتر لحل المشكلة الفرانية في التقسيم ثم الحل دي الطريقة الأولى عندنا اللي بنستخدمها أنا بقسم المشكلة لمشكلات تانية أصغر ببدأ أشوف أنا عندي عمثا الجهاز مش بيشتغل ببدأ أقسم الجهاز بيتكون من كوبونان سكتير جزء ده جزء ده جزء ده جزء ده ببدأ أختبارهم جزء جزء وتأكد لغاية ما وصل فين الجزء اللي مش شغال وأبدأ أشوف المشكلة اللي فيها الجزء اللي فيه المشكلة اللي ما يشتغلش وأبدأ كمان أقسمها لمشاكل أصغر لغاية ما أقدر حل المشكلة والطريقة بتاعت من الأسفل إلى أعلى دي أنا ببدأ فيها بالأقل مستوى في المشكلة يعني أنا هفترض أن أنا عندي الجهاز مش شغال فأنا بدوس زر الباور مش بيقوم فأبدأ أبص على الكهرباء هبدأ أتريس واحدة واحدة من تحت الفوق من الحاجات الصغيرة في الجهاز لغاية الحاجات الكبيرة في الطريقة من أعلى إلى الأسفل ببدأ أبص المشكلة كلها في كل وبعدين ببدأ أقسمها بطريقة مش هقدر أقول إن أنا بقسمها بساعتها تبقى ديفايد أن تكونكر بساعتها أقول إن أنا ببدأ أتعمق في المشكلة من الصورة الكلية لغاية صورة أصغر لغاية ما وصل الجزء الصغير اللي بسبب لي المشكلة اقول مثلا عندي مثال Divide and Conquer او اللي هي الطريقة بتاعت التقسيم ثم الحل لو انا عندي مشكلة في اتصال بالجهازين في نفس الشبكة انا طبعا عارفين يا شباب ان الجهازين في نفس الشبكة واخليه النفس عنوان الفيزيائي للشبكة طبعا نفروض الجهازين دول يقدروا يشوفوا بعض مش متكلم هنا على اكسل انترنتا متكلم على جهازين جوه شبكة واحدة لا صغيرة عن الجهاز ايه والجهاز بي والجهازين مش قادرين يتواصلوا مع بعض عايز اقل ملاكس من هنا الهنا ومش عارف فساعتها هابدأ اعمل ايه هابدأ اشوف مشكلة هل الجهازين وصلين بالشبكة او لا لا هقسم الشبكة بتاعتي لتلات اجزاء الجهاز ايه والجهاز بي والجهاز الجزء في النص هو الاتصال ما بنا اول حاجة خالص هشوفه اصلا هالجهاز ايه اصلا وصل بالشبكة كويس هاختبر اتصال الجهاز ايه بتاعي بالشبكة ان انا اعمل ping وانا عارفين امر ping بيعمل ايه وده اسمي command ده كويس جدا هو اللي بيبعت رسالة من الجهاز رسالة اختبارية من الجهاز لعنوان معين عشان يشوف الرسالة هتوصل ولا مش هتوصل بعمل ping من الجهاز بتاعي لو الجهاز رقم ايه للدفولت جيتوي العنوان الافتراضي بتاعي لقيته تمام شغال خلاص يبقى مش هنا المشكلة اروح للجهاز التاني جهاز بي نفس القصة اعمل ping من الجهاز بي للدفولت جيتوي لقيت الجهاز التاني شغال تمام بكده المشكلة مش في الجهاز التاني ساعتها يبقى عنا عندي كده فاضل ايه فاضل في النص الـ access point او الـ router او المودم اللي عندي ساعتها بدأ اتشيك الـ router او اتشيك الحاجة دي اشوف المشكلة فين بعد كده بشوف المشكلة بدأت تتحل ولا لأ بعمل ping من الجهاز ايه للجهاز بي وابدأ اتطبع المشكلة واحدة واحدة لغاية ما اصل للنقطة دي ده معنى ان انا ادفايد عندكم الكرام تقسيم ثم اتحل ان انا بقسم المشكلة بتاعتي لعناصر اصغر وابدأ اتأكد فين العنصر اللي فيه المشكلة زي ما احنا قلنا ان احنا هنا كقسم IT هنتكلم عن المشاكل الشائعة في قسم IT المشاكل الشائعة في قسم IT تقسمني حاجتين الشبكات والاجهزة او الهاردوير البي سيز اللي عندي في المكان فهنا عندي جزء النيتورك ده جزء مستقل الكمان بروبلمز بتاعته مفهومة وهنبدأ نتكلم عنها كجزء الوحدها وعندي طبعا جزء البي سيز او الاجهزة اللي موجودة سواء كانت جهاز كمبيوتر سواء كانت برينتر سواء كانت سكانر دي كلها او سيرفر دي الاجهزة الطرفية اللي موجودة بتكون الشبكة بتاعتي طبعا البي سيزة او الاجهزة بيبقى ممكن مشكلة فيها هاردوير او سوفتوير دي هنتكلم عنها بعدين دلوقتي احنا هنتكلم على جزء الشبكات ايه المشكلات الشائعة اللي ممكن تقابيني في الشبكات اول مشكلة اكتر مشكلة واضحة واكتر مشكلة هتقابلنا لما ننزل في مجال العمل فعلا هي مشكلة الكابلات حاجة دي علاقة بالكابل في مشكلة في الكونيكشن وانتنا عارفين ان المشكلة في الكونيكشن السبب بتاعها هو الكابل يعني سعيدها ايه الحاجات اللي ابدأ اتأكد منها واحدة واحدة اول حاجة اتأكد ان نوع الكابل ده صحة اصلي انا متأكد ان انا بستخدم الكابل اللي ينفع في الكونيكشن دي ينفع معها الاجهزة دي وكمباتبال معاها او متوافق معاها تاني حاجة اتأكد ان الطرفين الارجيهات واصلين صح على المعيار بتاعي تي خمسة تمانية وستين اي او تي خمسة تمانية وستين بي لو علينا اخدناهم وقرجنا بأيدينا وعارفين ازاي توصلتهم بالشغالين بنشوف الارجيه وبنشوف نتأكد انها وصلة كويس نتأكد ان الاسلاك الملونة كلها وصل اماكنها جوه البينات جوه الارجيه هتأكد كمان ان انا مثلا ان انا عامل كابل كروس انه هو كابل كروس فعلا مش انه هو كابل ستريت طبعا احنا اخدنا الفرق بين الكابل كروس وكابل ستريت ده مش هقدر ان احنا متطرق حاجة ثالثة كمان مهمة جدا ممكن تحس انها مش مهمة هي طول الكابل ممكن يكون الكابل مشدود فعشان كده مش وصل كويس في جزء منه مش وصل ممكن كمان الكابل يكون طويل جدا فالناس بتشده او بيتلف فده بيخليه برضو يطلع من السوكت بتاعه او من مكانه في الجهاز او مكانه في الحيطة الوحيطة اللي في الحيطة اخر حاجة بقى ده ممكن كمان ساعت بنهمالها احنا بنشوف الارجيهات وبنشوف الكونيكشن والاخر مش عارفيني المشكلة فيه ان الكابل اصلا يكون سليم تكونش عندي فيه قطع في النص الكابل اتلف او اتدس عليه او تقطع منه جزء ممكن تلاقي جزء من الكابل تقطع منه اسلاك معينة ممكن تلاقي البرتقاني والاخضر تقطعه لكن بقى الاسلاك وصل تبص للكابل اه شكله سليم لكن هو في الحقيقة مش سليم كويس في النص ندى اكد ان الكابل فيزيكيا كويس طبعا في مشاكل كتير ممكن تقبلني الكابلات بس مبدئيا دي الحاجات اللي نبص عليها الستيبس اللي احنا نبدأ نبص عليها واحدة واحدة علشان نشوف هالحاجة من الحاجات الظاهرة دي فيها مشكلة بساعتها غالبا بتحل لي المشكلة بكده الارجيت قصر الكابل مش صح حتطوله وغلق الكابل تقطع في النص الكابل الدس عليه الكابل تشد دي حاجات أساسية وبنبص عليها في الأول بعدين بنبدأ نطعمه أكتر لك كان فيه مشكلة أكتر عمقام في الكابلات دي مش هنتطرق له دلوقتي طبعا التاني حاجة من المشكلات اللي هتقابلنا كثير جدا وبتقابلنا حتى وحنا في البيت نستخدم الانترنت المنزلية بتاعنا الويرلس كونيكشن أو الاتصال اللاسلكي ان انا مش شايف الشبكة أو مش واصل أو مش قادر أطلع على الشبكة بتاعتي أعمل ايه عشان أتأكد خطوات مبدئية علشان أشوف المشكلة فين؟ أهو أبدأ الحاجات الأساسية اللي بعدها أبدأ أشوف مشكلة بعمق أكتر أول حاجة تأكد أصلا من معايير الاتصال متوافقة تأكد من أنها مدخل اسم الشبكة صح تأكد من أن معايير الأمان صح السيكيوريتي كونيكشن مزبوط أنا عندي معايير الأمان المزبوطة في الأكسس بوين نقطة الاتصال اللاسلكي بتاعتي هي نفس المعايير أن أنا أزابط عليها الجهاز بتاعي سواء كان ديسك توب سواء كان تابلت سواء كان موبايل فون أتأكد من الباسورد صح أتأكد من أنه أنا اخترت الانكريبشن الصح أتأكد من معايير اللي احنا برضو درسناها في الكونفجريشن تاني حاجة أتأكد من قوة الإشارة أتأكد من أنا في مكان مناسب مش بعيد قوي أنا عارف أن الإشارة بتاعتي الأكسس بوين بتاعتي 300 متر مربحة لنا أتأكد من أنا مش في مكان بعيد أتأكد من هي مش محطوطة بطريقة غلط بتعزل الإشارة مش قدامها مثلا عمود خارسانة أو حاجة تقلل من قوة الإشارة اللي وصلها أتأكد من قوة الإشارة وصلها تماما أتأكد كمان من عدم موجود تدخل في الإشارات مع إشارة اللي على السلكية قريبة يعني ما يكونش عندي أكسس بوينت بتطلع بتردد إشارات بتردد معينة ويكون جنبها جهاز تاني لسلك بيطلع إشارات والإشارات بتاعته كمان قوية وبتشوشر على الإشارة اللي طلع من الأكسس بوينت بتاعتي دي حاجة مهمة جدا دول النقاط الأساسية اللي نقدر نتأكد منهم بطريقة مباشرة بعنينا ونقدر نجوفهم بالنظر ونقدر نحسوهم بعد كده بنبدأ نطلق أعمق في الكونفيجريشن لكن دي الحاجات الفيزيكالي أو الخارجية اللي نقدر نجوفها من المشكلات الكتير ممكن تقبلنا دماغنا ما تروح لهاش هي مشكلة الـ DHCP سيرفر ايه هو الـ DHCP سيرفر طبعا احنا خدناه قبل كده الـ DHCP سيرفر هو الخادم اللي بيعين IP هات أوتوماتيك اللي بيديني عنوين أوتوماتيك للأجهزة بتاعتي لو في مشكلة في الـ DHCP سيرفر ده معناه أنا مش هارف أخد IP لو أنا معرفتش أخد عنوان هطلع على الشبكة ازاي ازاي قدر تأكد من الـ DHCP سيرفر ما فوش مشكلة عميقة كل ده بنتكلم عن مشاكل صفحية مش هكرر المهضوع الثاني أول حاجة بتأكد ان تطابق عنوان للعمير مع المضيف بتأكد ان انا الـ IP اللي انا واخده بتطابق مع الـ رينج الـ IP هات اللي السيرفر بتاعي بيوزعه ده اللي بيبقى مظبوط عندي من المودام اللي عندي أو من الـ DHCP سيرفر اللي عندي وأنا عارف الـ configuration بتاعي وأنا عارف ان هو بيدي في رينج الـ IPs أو في عنوان فيزيائية من كذا لحد كذا أتأكد ان انا واخد في الرينج الصح أتأكد حاجة تاني كمان ان الـ راوتر بتاعي بتعين له IP صح ان هو واخد عنوان فيزيائي صحيح لإسم الشبكة بتاعتي ثالث حاجة أتأكد ان الـ default gateway بتاعي مظبوط صح وانه تكون هو علمان الـ راوتر بتاعي دول 3 نقطة أساسية اللي لو يعني دي الحاجات اللي بتاخد IP هات لو الـ DHCP بتاعي بيوزعه غلط يبقى بالتالي أنا مش أخد IP صح بالتالي مش عارف أطلع على الشبكة مش عارف أكون نكت على الشبكة احنا الكلام ده كله كنا بنتكلم لو كانت شبكة عامة داخلية لان لكن هنفترض أني بقى عندي مشكلة في الإنترنت أكثر أنا عاوز أطلع على الإنترنت لو أنا عندي مشكلة إنترنت ده معناه أني أنا عندي بقى سلسلة حاجات كتير جدا ممكن أدور جواها لأنا مش عارف أطلع إنترنت أول حاجة بعملها مبدئيا بأن أنا بفحص صفحة الـ Router إزاي بندخل على صفحة الـ Router أني أنا بدخل في أي براوزر عندي أو أي متصفح وبكتب عنوان الـ Router اللي هو غالبا هيكون 192-168-1-1 ده معظم الـ Routerات أو المدمز اللي بتجادنا في البيت بتكون وقتها الـ Router لكن طبعا لو إحنا بنعمل حاجة في شركة أو حاجة على مستوى تاني أكبر ممكن طبعا ما يكونش هو ده Router اللي وقته الـ Router بنضخل على صفحة الـ Router وبنشوف الإعدادات بتاعته بنتأكد أن الـ Router وصل الإنترنت وأن أنا ما عنديش مشكلة في الـ Connection وأن أنا ما عنديش مشكلة في الـ Rate بتاع الإتصال وما عنديش مشكلة في الإشارة وفي كل الحاجات دي تاني حاجة بشوف خارجيا الموجه بتاعي أو الـ Router بتاعي شغال كويس ولا لا بشوف الأسلاك والتواصلات سلك الـ DSL سلك التليفون هل الـ Wi-Fi بتاعه شغال ولا لا ببحث الـ LEDs بتاعته الأضواء بتاعته هل هي من وراء وها مش من وراء هل هي مطفية عشان هي مش شغالة في مشكلة في الـ Router نفسه ولا عشان في مشكلة في الـ Connection بتأكد من كل الحاجات دي ثانية حاجة اللي دايما بنتحق عليها هي إيه راستر الـ Router ليه بنراستر الـ Router ليه بنراستر المدن ليه بنعمل ريستارت لجهاز التوجيه بتاعي علشان ممكن لأي سبب من الأسباب يحصل غلط في الـ Configuration بسبب حاجة أنا عملتها Software بسبب لخبطة في الاتصال بسبب أي حاجة لما أنا بعمل ريستارت للجهاز بسمح للجهاز إن هو يسحب إعداداته والأصلية تاين من الأول وبالتاين لو في أي لعب حصل في الإعدادات بأصد أو بدون أصد لما أنا بعمل ريستارت الإعدادات القديمة بتترجع تتسحب من الـ ROM بتاعت الجهاز وبترجع تاني فبالتاين لو المشكلة ما كانتش مشكلة عميقة وإنك إيه حد أغير حاجة عن قصد في الـ Router المشكلة دي هتتحل بإن أنا أسمح للـ Router إن هو يسحب إعداداته من جديد مش بس الـ Router لأي جهاز حتى لو جهاز كمبيوتر أو سويتش أو مودم أو Access Point حتى الموبايلات بتاعتنا عميق الموبايل بيبدأ يخرف بنعمل إيه؟ راستاره لما بتعمل ريستارت الجهاز بيبدأ يبوت من جديد بيسحب إعداداته الأصلية المتخزينة على الـ ROM بتاعته وده بيسمح له إن هو يرجع تاني يبدأ زي ما كان بدأ من الأول بدون أي تدخل خارج يعني كما مش هندحك لما حد يقولي أنا راستار الجهاز من الحاجات الثانية اللي كتير بتعمل مشكلة هي الـ Firewall أو جدار الحماية جدار الحماية هندخل شي بالتفصيل أكتر بعدين في سنة ثانية أو سنة ثالثة لما نتبر أكتر ونعرف أكتر عن الموضوع بس حاليا هندشوف حاكتين أساسيين هشوف عندي الـ Port اللي طالع عليه التطبيق بتاعي يعني أنا بحاول أفتح تطبيق ويب براوزر فأنا عندي الويب أنا عارف إن هو ليه Port معين ليه رقم معين بتأكد إن الـ Port ده مفتوح في الـ Firewall مسموح لي إن هو يطلع إنترنت أصلا بتأكد إن البرنامج المعين أو الـ Application المعين اللي أنا عايز أستخدمه أو باستخدمه إن أنا أطلع بيه على الإنترنت مش محطوط في قوام التصفية يعني مش معمول له Block مش محطوط له Filter مسموح لي أصلا أنا فاتح لنفسي أو سامح لنفسي على الجهاز على الـ Firewall بتاع الجهاز بتاعي إن هو يطلع على البرنامج ده أو على التطبيق ده تاني حاجة بفحص قيود الأمان بفحص هل أنا عامل ألاو إن هو الإنترنت يطلع من الشبكة الفلانية بفحص Network Interface Card بتاعي هل عليه أي restrictions هل عليه أي قيود إن هو يطلع بشوف إيه هي القيود اللي أنا حطتها أو حطتها على الـ Firewall بتاعي أو على الجدار الحماية اللي ممكن تتسبب إن حاجة أنا مش عاوز أعمل لها Block مش عاوز أقفلها بلاقي الجهاز بتاعي بيقفلها عاملاتا دول الأكتر حاجتين هنقدر نبص عليهم بنفسنا صفحة الـ Firewall والـ Firewall دي الحاجة لعالجهاز بتاعي وإن أقدر أصلها بنفسي ده في حالة أنا مش عاوز أطلع إنترنت لكن هنفترض إن أنا معرفتش حل المشكلة ودوارد وبيحصل وبيحصل كتير جداً بالذات في المستوى الأول بتاعنا اللي إحنا لسه فيه بها افرض أنا معرفتش حل المشكلة أعمل إيه؟ ممكن فين ألاقي مساعدة؟ ممكن ألاقي مين يساعدني؟ إمتى أروح أدور على مساعدة أصلاً؟ بعدين هل دايماً ممكن أدور على مساعدة في مصدر خارجي؟ ليه دايماً ما أعودش أنا ابتكر وحل المشكلة مع نفسي أقعد أخبط بقى فيها واشوف هتوصل لفين؟ وإمتى تكون المساعدة هي إن أنا أكلم خدمة العمل وإن أنا أكلم مكتب الدعم الفني للـ ISP اللي أنا وصل عليه فين ممكن ألاقي مساعدة؟ عند أي IT technician، عند أي فني IT، عند عند أي مهندس شبكات عند أي حد متخصص في المجال اللي فيه المشكلة ده مقيم الدنيا بالمساعدة إمتى أدور على مساعدة أصلاً؟ أنا هنا كحد في المستوى الأول في المستوى بتاعنا اللي لسه بيتعلم أنه هو يكون IT في الليبل ده هروح كده من البداية استسلم ودور على مساعدة؟ لا، هدور على مساعدة لما أنا أعمل كل الإجراءات الأساسية اللي ممكن تحليه المشكلة ما أنا أتشاكي الكابل بتاعتي إن أنا أشوف اللدات، أشوف الكهرباء أتأكد إن وصلاتي سليمة، أتأكد إن مفيش مشكلة في السوفتوير نفسه كل الحاجات البسيطة دي واللي إحنا بنتعامل معها في المستوى ده مستوى المستخدم المنزلي هنقول إن إحنا دلاتي في مستوى المستخدم للقاعد في البيت هو يقدر لوحده يشوف إنه لنبات الراوتر مش شغالة يعني بالتالي يقدر يشوفه مش يمكن مش وصله الكهرباء أصلاً تأكد إنه فيش محطوطة، تأكد إنه كذا وصل، تأكد إنه كذا وصل لما أتخط كل الحاجات دي وأتأكد إن كل الحاجات الفيزيكية اللي قدام إيه في مستوى إدراكي أنا أتأكد إن هي مفيش مشكلة ساعتها أبدأ أدور على مساعدة في مستوى بعد كده ليه لازم أدور على مساعدة؟ ما أنا ممكن أقول لا أنا مش أدور على مساعدة لأ أنا خلاص مش عارفة إلا أنا هقف كده لازم أدور على مساعدة لأن أنا لازم أوصل ولازم في حد عنده خبرة أكتر مني وصلني واكيد اكيد كل مشكلة بتزداد في مجال الهندسة يا جماعة بتزداد في المجال بتاع انك تكون مهندسة مفيش مشكلة ملهاش حال حتى لو وصلنا لمرحلة ان الجهاز بروكن الحاجة دي اتعطلت فانا خلاص توصلت لمرحلة انها تعطلت يقينا وعارف انها مش هتشتغل تاني بتاعتها روح اشتري حاجة غيرها احنا مش في مجال فيه غيبيات احنا في مجال واضح كل حاجة قدام ايدينا الاسلاك بين ايدينا الادات بين ايدينا اتحرقت خلاص انا شايف انها في حلقتي واغيرها لكنها تكون مش شغالة وانا مش عارف هي مش شغالة ليه ومش قادرة حد انها ممكن تشتغل ده صعب يحصل في المجال بتاعنا وبالتالي لازم تبقى عارف ان ما تقفش دايما لازم تدور على المستوى الاعلى اللي وصلك لأكتر معرفة وانا انت تاخد أكتر خبرة في حد المشكلات انت اتصل بمكتب الدعم الفني او مزود خدمة العملاء مالجأش لأي مصدر تاني لما تكون المشكلة واضح تماما ان هي من عندها مش عشان مثلا الجهاز بتاعي مش بيفتح نت ونحن نكلم الدعم الفني ايوة انا الجهاز بتاعي مش بيفتح نت لاخر تكتشف ايه تكتشف ان انت عامل انستول غلوك مثلا من البراوزر ماينفعش تكتشف ان انت حرارة التليفون عندك مش شغالة انت ما عندكش خط ارضي اصل طب هو دي مش مشكلته امتى اتصل بمكتب الدعم الفني لما اكون اتبعت كل الخطوات لتؤكد لي ان المشكلة جاية من مكتب الدعم من عند مزود خدمة الانترنت التالي لما اتصل بمكتب الدعم الفني لازم اكون فاهم وعارف حقوقي وعارف كمان الماجباتي ايه اللي هيحصل في المرحلة دي لو انا بتصل كعميل انا العميل وبتصل بمكتب الدعم الفني عشان انا حاوز حد يساعدني اول حاجة بعملها ان انا بدي العميل الممسخ خدمة العمر اللي بيكلمني اكبر قدر من المعلومات عن المشكلة والخطوات كمان اللي انا عملتها عشان احاول حل المشكلة قبل بطلب منه المساعدة بسي ما اقوله ان انا عملت restart وتشكيت على الكابلات قوله المشكلة حصلت امتى وازاي يلي حصل قبل المشكلة ما تحصل كل المعلومات اللي انا فاكرها وقدر ان انا اتعرف عليها ببلغوا بيها عشان ده هيساعده هو لحد اكثر خبرة مني بسبب ان ده ما جاله في العمل انه هو يقدر يوصل لحل المشكلة اسرع تاني حاجة دي حاجة مهمة ان انا سجل كل المعلومات بالحاجات المتعلقة باللي انا قلته للدمكتب الدعم الفني المعلومات اللي انا قلت هال البيانات اللي هو الهال لو انا عملت شكوى تقرقها من شكوى كل المعلومات المتعلقة بالمكالمة دي فضنا انت تحتفظ بيها لاني بتحافظ على حقها تالت حاجة ان العميل يقوم بتعريف نفسه جيد بمعنى لما انا اقول ان انا بشتغل بشتغل مهندس شبكات وان انا كنت بشتغل في كذا اخر حاجة قبل معنا كنت بشتغل بكون في جريشة معانة فيروول او بعمل كذا ده بيساعد مكتب الدعم الفاني ان هو يكون صورة او فكرة عن استخدام الجهاز اللي حصل فيه المشكلة ممكن انت تكون بتغلط وانت بتعمل حاجة وقفلت بورت على نفسك عملت حاجة خلت الانترنت ما يطلعش بالتالي لما اقول معلومات بتوضح مش معلومات شخصية عني طبعا ولكن معلومات بتوضح طبيعة عملي طبيعة استخدامي للجهاز ده بيبين اكتر لممسخ خدمة العملة ازاي يقدر يساعدني اكتر وخليه بيكون فكرة اكتر عن سبب حدوث المشكلة لكن لو فرضنا ان في حد اتصل بك وانت ممسخ خدمة العملة انت الدعم الفني انت تخرجت خلاص وانت بقيت الدعم الفني ايه اللي انت هتعمل مكتب الدعم الفني عمتا بيعمل معنا ايه لما بنتصل لما احنا بنتصل بياخدوا مننا ايه معلومات اول حاجة بيبدأ ياخد مني معلومات عن اسمي وعن عن بيانات الخط اللي انا شغال عليه او بيانات الجهاز اللي انا فيه المشكلة اللي جاية من عندهم وبيحول البيانات دي حاجة اسمها بطاقة عم بطاقة او تيكت تقرير عن الحادثة تقرير عن كل الاسباب المشكلة ده اول حاجة بتتفتح بالاتصال العميل الفلاني صاحب الجهاز الفلاني او الاتصال الفلاني كل نكشان الفلانية حصل عنده المشاكل واحد اتنين ثلاثة اربعة واتصل بينا وقتا كذا وطلب مننا كذا وكذا وكذا واحنا حاولنا نحل معايا وعملنا معايا خطوات الفلانية ايه تانية حاجة بيحاول يعملها معاكم مستخدمة العمل والدعم الفني محاولة حل المشكلة عبر تهاتف بمعنى انه لو يقدر يحل المشكلة معايا بالتليفون يحلها انا عاوز احل المشكلة مش هدفي ان انا اعطل الدنيا هيبدأ يقولي حضرك جربت تعمل كذا طب ممكن حدرك تعمل معايا كذا طب ممكن حضرك تعمل واحد تعمل اتنين تعمل تلاتة ويبدأ يتأكد ان كل الخطوات دي ممكن خطوة فيهم هي لتحل المشكلة ونقل على التصور وهو في حد من برا الموقف وكمان هو مش موجود معايا في البيت لو هو عارف يحل المشكلة دي بيقفل التكت بيقفل بطاقة العمل دي على تقرير الحادثة وبيكتب طبعا الخطوات اللي اتخذوها لحل المشكلة لكن لا فرضنا ان هو معرفش يحل المشكلة مشكلة متحلتش ساعتها ممسل خدمة العمل اللي بيكلمني هو اللي بيقوم بتصعيد المشكلة للمستوى الاعلى بيبدأ يحولني للحد الاعلى منه الحد اللي عنده صلاحيات اكتر وان هو يقدر يدخل اكتر على حاجات اكتر تقدر تحلل المشكلة رابح حاجة بيعملها ممسل الدعم الفني ان لو تطلب الموضوع استدعاء فني للموقع يعني من فرضنا انا محتاج حد ييجي شوف المكان عندي محتاج موظف ييجي يفحص الجهاز او فني ييجي يفحص الجهاز هو اللي بيعمل ايه بيعمل امر عمل بيعمل work order بيبقى مكتوب فيه المشكلة وبياناتها وتفاصيلها وعلماني بكل البيانات دي علشان يبعثلي الفني اللي هيقوم بحد المشكلة تمام؟ ان شاء الله تمام مهمة كانت دي المشكلات الاساسية اللي ممكن نقبلها في النيتورك ازاي نحاول نحلها في البيت ازاي نمشي خطوخات وورا الحاجات الفيزيئية الواضحة قدام عينينا ازاي نقدر لاخر لغاية ما نوصل للمكتب الدعم الفني لو ما عرفناش نحل المشكلة نطلب مساعدة خارجية تاني حاجة ممكن تعبدني ك-IT في مكان انا بشتغل فيه مشكلات شائعة هي مشكلات الكمبيوترز او الحاسوبز او الاجهزة اللي موجودة عندي مشكلات الاجهزة ممكن تكون مشاكل هاردوير وممكن تكون مشاكل سوفتوير هنتكلم دلوقتي عن الهاردوير الفيديو ده عن الهاردوير بس سوفتوير هنتكلم عنها في فيديو ده لما بتكون عندي مشكلة في جهاز الكمبيوتر او في الحاسب فهي غالبان مشكلة نتجة عن الكمبيوترز الانترنا الكمبيوترز بداعته الاجزاء الداخلية طبعا احنا درسنا مكونات الكمبيوتر وعرفينها كويس جدا وعرفين الاجزاء الداخلية بتاع في الجهاز كويس جدا الاجزاء الاساسية اللي ممكن تحصل فيها مشكلة وتخليني محتاج ان انا اتعمق فيها وافحصها اكتر اول حاجة بتحصل فيها مشكلة من اكتر حاجات بتحصل فيها مشكلة هي الستوريش ديفايزز او وحدات التخزين سواء كانت اقراص ضوئية هي الاوتكال درايفز Zero او اقراص صلبة الهارد ديسك او ابت حاطة التحقزين خارجية ال اكترنى الكترنى الكترنى ال情題 الاتجاز زي ال اكترنى ال اكترنى ال حت او الولي عردد هقول بعض الأمثلة المشكلات اللي ممكن تحصل وإزاي نحلها بخصوص الأجزاء المتعلقة بالهارد درايف هنفترض مثلاً إن الجهاز مش متعرف على الـ Optical Drive اللي مواصل بي أو DVD Drive أو CD Drive اللي واصل بي إيه الحاجات اللي مبص عليها ساعتها أول حاجة بشوف كابل الباور من جوة بتاع الـ Optical Drive أتأكد إنه مواصل على الماثربورد قويس تاني حاجة أتأكد من كابل الـ Data إنه هو كمان واصل أتأكد برضو إنه jumpers أو التوصيلات الصغيرة اللي بتوصل بالماثربورد إنه كمان واصلة ممكن سبب تاني مثلاً إن الـ Optical Drive نفسه هو مش شغال الجهاز نفسه مش شغال بتأكد من ده إزاي إنه أنا بحط فيه CD مختلف بجرب إنه أنا أوصله بأحط أغير الحاجات الواصلة عليه أغير السيديهات أتأكد إنه المشكلة دي وكل أنواع الميديا اللي أنا أحطها عليه هو مش شغال بساعتها بيقى المشكلة فيه طب لو فرضنا إن الـ Optical Drive نفسه شغال بس هم مش بيقرأ الأسطوانة لجواه مش عارف يقرأ ساعتها ممكن نبص على المشكلات إزاي أول حاجة أتأكد إن القرص ده محطوط صح مش محطوط بالمقلوب تاني حاجة ممكن يكون فيه أكتر من CD داخلين جوا الجهاز ودي مشكلة دي بتحصل ممكن نقول دي مشكلة تفحية ما أحدش هيعمل كده لكن الحاجات دي بتحصل في الواقع ممكن يكون الـ CD نفسه مش شغال بتأكد من حاجة زي كده إزاي إن أنا بشغل نفس الـ CD على جهاز تاني وتأكد إنه شغال بجيب CD تاني أشغله على Drive بتاعي وتأكد إنه شغال ممكن كمان يكون الفرمات أو النوع بتاع الـ CD بتاعي مش متوافق مع Drive اللي عندي يعني ده فرضنا إن أنا عندي CD ROM قديمة وعندي Blu-ray Blu-ray CD مش هيشتغل عليه تأكد إنهما نفس النوع متطبخين طيب عندي مشكلة برضو بتحصل إن الـ CD مش راضي يخرج من جوه الـ CD Drive يمكن يكون سواحة زي كده ممكن يكون القرص الجامد أو القرص زي نقول A بالعربي محشور جوه الـ CD جوه اتحطت غلط تتحرك من مكانه فخلى الـ CD Drive بتاع الـ CD مش هضي يتفتح فاتحة بنعمل إيه بناخد بالنا جنب الزرار جنب الزرار بتاع الـ CD في الـ Optical Drive بتاعي بقى فيه فتحة صغيرة جدا نوش صغيرة جدا مفتوحة نوش دي مندخل فيها pin أو دبوس وبنضغط عليه الجوه دي بتفتحه هاردوير بتفتحه هتفتحه بالعافية لو فرضنا إنه احنا عملنا كده وبرده ما فتحش بقى ده بيوصلنا المشكلة تانية ممكن يكون الـ Optical Drive بتاعي مقفول صوفتوير مقول له صوفتوير بنخليه لجت فهذا بنعمل إيه؟ بنعمل ريستارت للجهاز بنتأكد إنه مفيش أي مشكلة زي دي موجودة طيب هنفترض من حاجاتي في الجهاز عفوا هنفترض من المشكلاتي في الجهاز مثلا إن الجهاز نفسه مش متعرف على الـ Optical Drive الواصل عليه في الحالة دي أنا ممكن هشوف الـ Bios ممكن تكون إعادات الـ Bios بتاعتي فيها الـ Optical Drive معموله ودسيبن هتأكد برضه إنه هو شغال في الـ Bios ده الحاجات اللي هي علاقة بالـ Optical Drive ايه تانية مشكلات ممكن تقابلني اللي هي علاقة بالـ Storage حاجة زي الميموري كارت إن أنا عندي الميموري ريدر بتاعي القارئ اللي بيقرأ كارت الميموري مش شايفه إيه سبب مشكلة زي دي ممكن يكون؟ أول سبب ممكن يكون إن الـ Reader أصلاً مش بيدعم أو مش بيسابورت النوع ده من الكروت تاني حاجة ممكن يكون الـ Reader أصلاً مش وصل كويس بالجهاز في مشكلة كمان إنه ممكن يكون وأنا بسطى بالـ Reader ده وأنا بضيف جهاز الـ Reader وبعمله سيتاب بعمله Configuration على الجهاز بركبه على الـ PC بتاعي علاقة الـ Configuration غلط وممكن كمان يكون فيه مشكلة في الـ BIOS إن أنا أقافل في الـ BIOS إن أنا أقدر أعرم أمريكارد إن أنا أشغل الـ Reader لأمريكارد وممكن يكون الـ Reader لأمريكارد وممكن يكون الـ Reader لأمريكارد فيه مشكلة عهر دوير ما خليها بيشتغلش ندين مشكلات الـ Common اللي هي علاقة بالـ Storage ممكن نلاقي حاجة تاني زي ده على الـ Storage اللي هي علاقة بالـ Storage زي إيه مثلا؟ زي إن أنا وصل USB ودقيها بطيئة جداً ممكن يكون السبب في كده ممكن يكون عندي الـ PC بتاعي ما فيهوش USB 3 في USB 2 بس USB 2 نحن عارفينه هو أبت كتير من USB 3 زي المشكلات اللي ممكن تقابلنا بيزيك اللي لما بتقابلنا بنعرف نحلها لوحدنا هي علاقة بالـ Storage Device إيه حاجة تانية ممكن تقابلنا؟ الماثر بورد الماثر بورد ومكوناتها إيه المشكلات اللي ممكن تقابلني في كاس الكمبيوتر بيكون هي علاقة بالـ Motherboard ومكونات اللي موجودة عليها من Chipset و BIOS و Expansion Slot وكل الحاجات دي ممكن تكون كل ما بفتح كهاز الكمبيوتر بتاعي بلاقي الساعة مش مظبوطة وكل ما حاول أصبطها لقيها كمان مش مظبوطة كل ما حاول أصبطها لقيها كمان مش مظبوطة بصبط الساعة وبراستر الجهاز بلاقي الساعة ووزة تانية مشكلة زي دي ممكن تكون مشكلة ايه؟ السيموس باتاري والبطارية اللي موجودة جوه على جنب البيوز هي اللي ابتدأ عامل بايوز ممكن تكون الباتاري أصلاً مش محطوطة كويس بتأكد انها محطوطة كويس وبضعت عليها طيب لو فرضنا ان انا عملت كده وبرضو نفس المشكلة بتتكرر ممكن تكون الباتاري أصلاً فاضية دريند بتاعتها هعمل ايه هغيرها؟ ممكن ايه مشكلة تانية تحسن؟ ليها علاقة بالماثر بورد او البيوز والبيوتشيب والحاجات دي الموجودة على الماثر بورد ان انا تكون عملت update للبيوز بتاعي لفيرموير بتاع البيوز بعدك الكمبيوتر مش راضي يشتغل ساعتها ممكن اني هيحصل يكون ان البيوز فيرموير بتاعي متعملوش update صح اول ان السلوب بتاعه فشلت النص الحالة دي انا ما قدميش غير ان انا اكلم الشركة المزوداني بالجهاز ده علشان يبعطولي بايوز جديد بايوز شب جديد احياناً في بعض الموديلات من الكمبيوتر يقفي اتنين بايوز ساعتها قدر استخدم البيوز التانية مشكلة تانية ممكن تحصل ان انا لما باجي اعرض بلاقيها غلط لما باجي اعرض بتاع الجهاز بتاعي بلاقيها او مش صح مشكلة زي دي ممكن تحصل ليه ان البيوز بتاعي مش هعون له update للاحدادات الصح او للكنفيجريشن الصح بتاع سي بيوز ساعتها ممكن البيوز يطلع لي معلومات خاطئة مشكلة كمان زي ان الليد او الانوار بتاعي الهارد درايف والاوبتيكال درايف تكون مش بتنوع ممكن بسبب مشكلة زي دي ممكن يكون ايه ممكن تكون الكابلات اللي بتبقى وصلة بالموثر بورد من الليدز دي او اماكن الليدات دي تكون مش وصلة على الموثر بورد كويس وممكن كمان تكون الليد دي نفسها في مشكلة مشكلة كمان زي لو انا فرضنا ان انا عندي اضفت فيديو كارت جديد للجهاز بتاعي اكتر حداثة واقصر كمان هو وبعض في الاكتر وبلاقيم الشغال الجهاز الشغال على الفيديو كارت القديم بتاعه ممكن يكون مشكلة زي دي سببها ايه ممكن اول حاجة البيوز يكون معمول له سيتاب او مزبوط على ان هو يشتغل على البلت ان فيديو كارت الموجود ساعتها بدخل على اعدادات البيوز وبغيره وبخليه الى الاكسترنال فيديو كارت اللي انا اضفته ممكن كمان ان يكون انا اصلا مش موصل كابل الشاشة في المكان في الاكسبانشن سلوت في المكان البيوز اللي فيه الفيديو كارت الجديد لكن انها وصلة صح ممكن يكون الفيديو كارت الجديد بتاعي محتاج اوزي لاري باور محتاج كابل الطاقة اضافي احنا عارفين ده بيحصل في الفيديو كارت الحديثة اللي بيكون فيها فان لوحدها اللي بيكون ديها جرافيك باور عالية جدا ممكن يكون طبعا المشكلة تكون في الفيديو كارت نفسه ان هو الكارت اصلا فيه مشكلة طب اي تاني مشكلات ممكن تقبلني اللي هي علاقة بالماظر بورد ان انا بكون بفتح الجهاز بس الجهاز مش راضي يريبوت من الويندوز بتاعه او من الوبراتيج سيستم اللي يشغل عليه ممكن يكون فيه حاجه ببوتابول موجوده في الجهاز و الجهاز بيحاول يبوت منها يعني ممكن يكون عندي فلاشة او ممكن يكون فيه سي دي و اعدادات الجهاز في الباوز بتقول ان هو يبوت من الفلاش ديسك الاول او من سي دي الاول من الاكسترناد درايف الاول بتأكد انه يميش حاجه زي كده موجودة اي تاني ممكن يكون مشكلة ممكن مسلا مشكلة انا سامع صوت المروحة بس الجهاز ما بيقومش يبتبقى مشكلة في البوست اولا هو power on self test احنا عاكين اي هو الpower on self test ان الجهاز بيختبر هاردوير بتاعه كل قبل ما يقوم قبل الباوز ما بيبدأ يقوم الجهاز بيبدأ يعمل بوست بيعمل power on self test بيبدأ يختبر كل الهاردوير الاساسي اللي واصل بيه ممكن يكون في مشكلة في البوست اي تاني من المشكلات اللي ممكن تعابلني ليها علاقة بالهاردوير مشكلة في السي بيو او في الران زي اي مشكلات السي بيو اللي ممكن تعابلني السي بيو ممكن السي بيو بيسخن مساعدتها مشكلة زي دي ممكن تكون سببها ايه ان الفان فيها مشكلة المروحة بتاع السي بيو فيها مشكلة او ان التهوية بتاعت الكيس نفسها او صندوق الكمبيوتر نفسه عندي في مشكلة ممكن اضيف مروحة اضافية او اتأكد ان الفان بتاعت السي بيو شغالة كويس ايه اللي هيحصل مثلا لو انا مش سامع صوت المروحة بتاعت السي بيو السي بيو فان is failing السي بيو بتاعت المروحة المروحة بتاعت السي بيو بوزة بتاعتها لازم بتدلها طبعا وإلا الجهاز هيتحلق ممكن ايه تاني مشكلة ان انا الجهاز اول ما بيهوم بس مع صوت كاركابة غريبة جوه ما اسمع صوت نويز صوت شوشرة جوه الشوشرة دي غالبا بتكون جاية من المروحة مفيش اي حاجة جوه الجهاز ممكن تعمل صوت غير المروحة فهتأكد ان المروحة بتاعتي سليمة ان ما فيش اي حاجة سلك او اي حاجة بتاعقها تأكد انها شغالة تماما ايه تاني ممكن يقبني مشكلة ليها علاقة مثلا بالرام هقول لانا اضافت رام جديدة في الجهاز بتاعي والكمبيوتر مش متعرف عليها اول حاجة طبعا ممكن تكون اللي عم مش شغالة رام جديدة دي اصلا فيها مش كده تاني حاجة ممكن تكون نوعها مش كومباتابل مع الجهاز بتاعي لانا جاي برام الجهاز بتاعي مش بيدعمها ممكن يكون ايه تاني ممكن تكون الجهاز بتاعي بيدعمها بس باقي الرامات اللي موجودين في الجهاز اللي نضفطها عليهم مش نفس النوع وبالتالي مش هيبقوا كومباتابل مع بعضها مش هيشتغل ممكن تكون الرام بتاعتي مش واصلة كويس في السلوت بتاعها في الرام سلوت نازم تأكد انها سيكيورد دخلها جوه وبعد محصولة التكة وانا بدخلها دي المشكلات اللي كان ليه علاقة بالسي بي و الراني المشكلات بقى اللي هي علاقة بورس ابله هي مشكلات الطاقة مشكلات الكهرباء المشكلات الممكن تقبين اللي هي علاقة بالكهرباء هي مشكلات بسيطة لانها بفتح الجهاز انهم بيقومش اتأكد اول حاجة طبعا ان الجهاز بصل بالكهرباء ممكن كمان يكون المخرج اللي في الحيطة اصلا مش شغال اتأكد كمان ان هو شغال ممكن يكون الباور سابلاي بتاعي لو من النوع اللي فيه سويتش من ورا مش اللي هو اول بيز اوپن اتأكد ان هو شغال ممكن يكون الجهاز بتاعي السويتش بتاع الباور سابلاي من ورا مقفول ممكن كمان يكون الباور سابلاي لو هو مالتي فولتش باور سابلاي اللي هو بيبقى فيه كذا فولت وجوه مقدر اضبوطه على كذا فولت يكون مضبوط على فولت غلط اتأكد ان هو مضبوط على فولت الصح بتاعي اللي موجود في الدولة اللي انا عايش فيها ممكن ايه تاني مشكلة ممكن الباور بوتون جهاز الزرار الباور اللي موجود في الكسة بتاعتي ما يكونش واصل كويس بالجهاز بتاعي من جوه بالكسة وبالتاعي ده يخليه مش شغال طبعا ممكن يكون مشكلة في باور سابلاي نفسه ان هو اصلا في مشكلة مش بيزودني بالطاقة في مشكلة تانية ممكن تحصل احنا ممكن نعتبرها انها سوفتوير او ان احنا نفكر في اي حاجة تانية ما نفكرش في باور سابلاي لو لقينا ان الجهاز بتاعي بيقفل فجأة بلاقي الجهاز فجأة عمل شوت داون او انه الجهاز بيعمل لوك او بيريبوت بيريستر نفسه كل شوية كل شوية بيقفل لوحده كل شوية بيفصل كهرباء ممكن الناس كتير بتفكر في ان دي مشكلة سوفتوير الجهاز ليه الويندوز بيقع لأ ممكن يكون دي برضو مشكلة باور سابلاي الباور سابلاي بتاعي بيقع بينهار وبتاعي محجيش حال غيرنا نغيره الاخر مشكلة نتكلم عنها في الهارد بول لقب الاجهزة هي مشكلة الديسبلي او الشاشات ليه ممكن الشاشة بتاعتي تكون مش شغالة لوصلة بجهاز الكمبيوزر اول حاجة ممكن يكون في مشكلة في الفيديو كارد ان انا عندي فيديو كارد جوه الكاسة بتاعتي مش وصل صح تأكد ان هو موصل صح تاني حاجة ممكن تكون ان كابل الديتا في مشكلة كابل الديتا اللي بيوصل السجن النارسو في مشكلة تأكد ان كابل سليم وشغال ممكن تكون الشاشة بتنور وتدفي بتعمل فليكر بتنور وتدفي بتعمل فلاش كده تاني حاجة ممكن تكون في مشكلة في مشكلة في مشكلة في مشكلة بتاع الشاشة ممكن تكون مشكلة في الشاشة بتاعتي مش متوصلة صح اصلا ممكن تكون الشاشة بتاعتي مش متوصلة صح اصلا او ممكن يكون الجي بيو از اوفر ريتنج ممكن يكون في اصلا في الجي بيو بتاعي بيضا يسخد دي بتعمل مشكلة كبيرة وممكن يكون الجي بيو نفسه في مشكلة دي من المشاكل الشائعة اللي بتحصل في الديس بلايز او الشاشات نعرف ان الفيديو ده طاول عليكم جدا فاحنا هنبتخي في القدر ده طبعا المشاكل لا تعد ولا تحصل ومس ممكن احنا نحصلها كلها دايما هتلاقي مشاكل جيدة بتقابلك دايما هتلاقي حاجات انت تقدر تعرفها بسهولة بالكومون سينس او باحساسك العام وممكن تلاقي حاجات انت تقدرش تعرفها فاحنا هتلجأ لخبرة الاعلى منا بتقدر تدور على الانترنت بتقدر تسأل الناس بتقدر تسأل الدعم الفاني عشان تقدر توصل دي احنا بنحاول نغطي اكتر قدر اكبر قدر ممكن من الحاجات السهلة السريعة بنقدر نقولها في الفيديوهات الفيديو وصل الساعة الارابع فاحنا هنكتفي بعض القدر وان شاء الله نتكلم باستفادة عن الوضوعكم مرتين شكرا ميلي كون